صراع ملتعب يخيم على مبارتين الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى والتي تضم كوتبوار صاحبة الضيافة ونيجريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وذلك في كأس الأمم الأفريقية 2023 فتخوض نصور الخضراء وغينيا بيساو مباراة مرتقبة وتلعب غينيا الاستوائية ضد الأفيال في التوقيت ذاته وقبل انتلاق المبارتين تعتني غينيا الاستوائية صدرت المجموعة خلال مشاركتها الرابعة تاريخيا في نهائيات البطولة إذ فازت في مباراة على نظيرتها غينيا بيساو وتعادلت أمام نيجريا يمتلك منتخب الرعد الوطني أربع لقات يليه نيجريا بالرصيل لفسه بفوز على كوتبوار وتعادل أمام غينيا الاستوائية يليه كوتبوار بثلاث نقاط بفوز وحيد على بيساو وخسارة أمام نيجريا فيما يتزيل بيساو الترتيبة بدون نقاط إذ خسر أمام كوتبوار وغينيا الاستوائية وحتى الآن لم يحسن صرع التأهل في المجموعة نظرا لتقارب النقاط بين أصحاب المركز الأول والثاني والثالث حيث يأمل منتخب نيجريا في تخطي عقبة بيساو الجريح لضمان تأهله لدور سمن النهائي وفي قعبته سبع نقاط كما يتمنى تعصر غينيا الاستوائية بالخسارة أو بالتعادل وذلك من أجل ضمان المركز الأول